وعقب جولته بمحافظة برسعيد توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومرافقه إلى محافظة دميات لمتابعة سير العمل وموقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري إقامتها على أرض المحافظة واستهل رئيس الوزراء جولته في دميات بتفقد أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل مدينة دميات من ناحية شطا مشيرا إلى حرصه من خلال الزيارات الميدانية للمحافظات على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها سعيا لسرعة دخولها الخدمة بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين